سيدك الحميمي سعدني أن تكون أنت دكتور ريفي الأخير بالنسبة لي في هذا الموسم وبالنسبة لي في ميديشو شكرا لك وبرك الله فيك الدكتور سيدك الحميمي الأستاذ والبحث في علوم الميديا والاتصال والمنتخب حديثاً مديراً لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في اللي قلت وإن الآن فما كلمة المنتخب نعم المنتخب وهذه حاجة مهمة جداً كيف يتم تعيين مبروك هذا الانتخاب وفرصة نشكر المدير السابقة لأستاذة حميدة البور اللي نشكرها برشز كذلك على العمل المتاحة الآن كيف يتم انتخابك على رأس المعهد صحافة علوم الأخبار وفي نفس الوقت ماذا يخبرنا تخبرنا هذه الانتخابات في مختلف المؤسسات الجامعية شكراً لياس على الدعوة في الحقيقة الجامعة التونسية ما تزال الفضاء ممكن من الفضاءات الأساسية التي تمارس فيها يعني ديمقراطية تكاد تكون شاملة يعني الانتخاب يقع في مستوى رؤساء الأقسام في مرحلة أولى ثم الأساتذة ينتخبون أعضاء المجلس العلمي وأعضاء المجلس العلمي ينتخبون المدير أو العميد ثم بعض العمداء والمديرين وأعضاء المجلس العلمي يشاركون أيضاً في انتخابات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة يعني تقريباً من المستوى الأول البيداغوجي إلى آخر مستوى يعني هذه بتابعة حال كانت هناك أشكال انتخابية موجودة قبل 2011 رؤساء الأقسام وعمداء كانوا ينتخبون ثم بعد 2011 تم إدخال انتخاب المدير وانتخاب رئيس الجامعة هذه نقطة أولى أيضاً الانتخاب باش نفسروا شوي ولونه هي مش معقدة لكن نفسرها حتى تترشح إلى الإدارة يجب أولاً أن تترشح إلى المجلس العلمي لأن الانتخاب والمدير هم أعضاء المجلس العلمي وانتخاب أعضاء وانتخاب في المجلس العلمي أيضاً يجب أن يعلن المترشح عن نيته في الانتخاب ويقدم برنامج أنا شخصياً قدمت برنامج الزملائي واجتمعت مع الزملائي واجتمعنا مع بعضنا البعض ولهذا المشروع لا يوجد مشروع فردي المسار يعني موجود والعملية يعني موضوعة على أساس أنه يكون لا يوجد ترشح فردي ولا يوجد مشروع فردي تفور لأنك مشروع جماعي مشروع تطوير جماعي بالنسبة للمعهد نحن يمكن أن نتحدث فيه يعني هذه حاجة إيجابية جداً وهي بالمناسبة يجب أن أقول هذا أنا عندما أتحدث إلى بعض الزملاء من دول عربية أخرى في المغرب العربي وفي المشرق العربي هذه قصة فريدة من نوحة في العالم العربي قصة نجاح في كل الحالات على خاطر قصة انتخاب مباشر وهذا فيه تجربة وفيه مشاركة وتشاركية منضاع عندك عهدى ثلاث سنوات ثلاث سنوات نحن يعني الجامعة كيف تشتغل معد الصحافة وكل مؤسسات الجماعية الأخرى المدير لا يقرر كل شيء هناك مشروع جماعي هناك أقسام أقسام احنا في معد الصحافة عندنا قسم الصحافة وعندنا قسم الاتصال لكن عندنا مؤسسات أخرى ممكن أن أتحدث عنها لأنه معد الصحافة يعني ينظر إليه على أساس أنه مؤسس تكوين في الصحافة هذا ليس صحيح هناك اختصاصات أخرى وأنشطة أخرى الأقسام نعم ثلاث سنوات الأقسام هي التي تفكر الأقسام هي التي يعني تضع مقاربات وهذه المقاربات يتم التداول فيها والنقاش فيها في مستوى الأقسام كما قلت وفي مستوى المجلس العلمي وبالحق يعني نحن يجب نحن يجب أن نفخر بأن الجامعة التونسية جامعة الآن تشتغل صحيح هناك عدة نقاط ضعف عدة يعني نقاط ضعف في الجامعة لكن هذه النقطة هذه أساسية مسألة التشاركية ومسألة الديمقراطية في الجامعة في كل مستويات مع الصحافة علوم الأخبار ما هو دوره في عملية تكوين صحفيين؟ معد الصحافة هو مؤسسة يجب أن مرة أخرى يجب أن أقول هذا وليس من باب الديماغوجيا يجب أن يفخر بها تفخر بها البلاد لماذا؟ لأنها كونت على مر السنوات منذ أكثر من خمسين سنة كونت ناس موجودين في كل الدول العربية وموجودين في أفريقيا أيضا يعني المعهد كان مفتوح هناك تقليد في الوزارة التعليم العالم منذ سنوات منذ عقود على الانفتاح عبر التعاون الدولي على التكوين تونس تعطي منح لدول العربية وإفريقية يجيوا يقرأوا طلبة يقرأوا يقرأوا الصحافة يقرأوا الاتصال وخاصة ثم نقطة غير معروفة بكثرة هي مسألة برنامج الدكتورة نحن لدينا برنامج الدكتورة يشتغل منذ سنوات وعننا باحثين من العراق من الأردن من اليمن من فلسطين من كل الدول العربية الآن يدرسون في الجامعات العربية ويعني المعهد أيضا ينظم مؤتمرات دولية فهو مؤسسة عند إشعاع جديد يعني أنا يعني عيما أقول عند إشعاع عربي وحتى دولي بفضل المؤتمر احنا عندما ننظم مؤتمرات منذ على الأقل 2003 و2004 بشكل جديد تلقى مشاركات من كل دول العالم بما في ذلك من أوروبا ومن فرنسا ومن كندا فهي مؤسسة متعادية للاختصاصات تكون في مهن الصحافة وتكون في مهن الاتصال وتكون في مهن البحث العلمي مع الإشارة أيضا إلى أن المعهد تم إحداث مخبر بحث تديره الأستاذ حميد البور وهو أيضا أول مخبر متخصص في علوم الإعلام والاتصال لماذا يجب أن يتكون الصحفيين؟ وهل التكوين الأساسي حتى يمارس الصحفيين مهنتهم؟ شوف التكوين سؤال منتاز التكوين هذه ليست بدعة تونسية أنا أستمع إلى بعض الناس يقولوا الصحافة هي هواية أو الصحافة عندما نشأت باعتبارها مهنة في بداية القرن العشرين 1912 تم تأسيس أول مدرسة في كولومبيا للصحافة وقبلها كانت ثم نوع حتى من برامج التدريس في أوروبا إلى خيري الصحفي يجب أن يتكون لماذا؟ لأن هناك على الأقل مسألتين يلزموا يتكون فيهم الصحفي مسألة الأخلاقيات ونحن نشوفه في كثير من الدخلات في المهنة اليوم لا عندهم حتى فكرة حول ما معنى الأخلاقيات الصحفية وهذا دليل على أنهم لم يطلعوا على المعايير الأخلاقية والأخلاقيات هذه النقطة أولى النقطة الثانية تقنيات الكتابة تقنيات الكتابة لا يمكن أن نتعلمها إلا في مدرسة تكون الصحفيين والصحفيات لكن التكوين هذا لا يجب أن يكتفي بالصحفي لماذا؟ لأنه لما نشوف التجارب الأوروبية والتجارب الأمريكية والتجارب العالمية بشكل عام هناك المؤسسة الإعلامية أيضا هي مسؤولة بشكل كبير على تكوين الصحفيين الصحفي يتكون تكوين أساسي ثم بعد يذهب إلى المؤسسة الإعلامية التي يشتغل فيها ومؤسسات كبيرة جدا عندها مدارس عندها أكاديميات تكوين هناك مؤسسات كما البي بي سي ومؤسسات كبيرة عندها مؤسسات أكاديمية أكاديميات خاصة بها للتدريب وهم يدربوا حتى نحن نتعاون مع بعض الأكاديميات فالصحفي الآن المانت صحافة إيمانا معقدة جدا فيها العديد من التقنيات التحريرية تقنيات مثلا أنا أعطيك مثال ممكن نعود إليه تقرير الذي صادر عن مؤسس تومسون رويترز لاتجاهات الصحافة في العالم ماذا يقول؟ يقول أن هناك ثلاثة اتجاهات كبرى هي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الصحافي مش بتعلمه في القهوة يعني بصراحة هناك برمجيات وتقنيات إلا utilize وأخلاقيات نجا مش يقول أنا والله يتولد نعرف الذكاء الاصطناعي يعني استخدمات الذكاء الاصطناعي في الصحافة هذه النقطة أولى النقطة الثانية هي الفيديو الفيديوات الأخبارية هذه تحتاج إلى تقنيات تحريرية وإلى كفاءة وإلى تدريب حتى يتعلم الصحفي أن العملية ليست إنسان جالس في القهوة ويكتب مقاله والحاجة الثالثة يمكن نحكيه عليها من بعد هي أن هناك نوع من عدم الثيقة المتعظم في العالم كامل إزاء المواد إزاء الصحافة وهذه ليست خاصية تونسية لكن سيصدق الآن هذا يعني أنه يلزم المعهد يكون عنده إمكانيات برشا تشاكيات من المعدات المتقادمة في المعهد كاميراوات وغيرها شنو الحل؟ شوف أحنا نشتغل المعهد هو أولا مؤسس عمومية يشتغل داخل إكرهات المؤسسات العمومية مثلا أعطيك مثال بسيط جدا عنده خصوصية عنده خصوصية لكن مثلا في استقطاب المهنيين مثلا يعني الآليات هي عادية جدا يعني لا توجد آليات خاصة مثلا لاستقطاب المهنيين من تونس ومن خارج تونس هذا أولا ثم الميزانيات التي تعطل المعهد هي الميزانيات التي تقررها وزارة التعليم العالي هذه نقطة ثانية نحن نحاول في بعض الأحيان أن تكون عندنا شراكات دولية في الحقيقة أيضا هناك جملة من التشكيات دائما كانت موجودة التشكيات من التكوين موجودة من اللي درست في معهد الصحافة في نهاية الثمانينات والتشكيات موجودة الحل ما هو الحل هو أن المعهد وهذا موجود الآن هناك إرادة جامعية للتفكير في تطوير من منظومة التعليم يعني منهج التدريب منهج التكوين لكن أيضا في ابتكار المانا نفسها أنا كنت نقرأ لك في يعني الآن الذكاء الاصطناعي هو مشكلة كبيرة أخلاقية تحريرية يعني ما يسمى للإنتليجانس أختيفيسيال جينغاتيف هذه يعني يمكن الناس تنتج نصوص تنتج فيديوهات تنتج والأمور تزداد وتتعقد يعني بإمكان الناس يعني حتى العاديين ينتجوا نصوص أنت تطلب من برمجية أنك تكتب لك تعطيها مشروع مجموعة من التقارير ويتخرج لك عليهم سنتز فهذه رهانات كبيرة ليس ما تروحها على المؤسل مع الصحافة فقط لكن ما تروحها على المهنة المهنة اليوم يعني مطلوب منها أن تعيد ابتكار نفسها كما هو الحال في العالم هذا يحيننا لحقيقة السؤالي على حد تقديري هو السؤال المفصلي بين النظري والتطبيقي يسي صدقي فضلك معناها تول فرق الشاسع اليوم بين النظري في المعهد والتطبيقي في سوق الشهر بين اللي يتقاله والتعلم الصحفي ومبادل يخرج يلقاه في المؤسسة الإعلامية مع تقلص فضاء الحريات مع تقلص فضاء الاتصال ومع تقلص فضاء مجالات الاتصال والاختصاص حتى داخل المؤسسات العمومية الموديل إيكوناميك ديستيشون دو ميديا بدو الآن مهدد في عديد المجالات صحافة وكالة وصحافة مكتوبة ولا صحافة إلكترونية ولا إذاع صمعي بصري إيه هذا كيفاش في عمل معها الطالب سنة على دوب ما يخرج في عام والول تخرج من المعهد مانت الصحافة في العالم لما التقرير يخرج منذ أيام يمكن يطالعوا عليه السادة المستمعين رئيس تحرير الواشنطن بوست يريد إحداث نوع جديد مغورة في الأخبار مخصصة في الشبكات الاجتماعية الشبكات الاجتماعية الآن بيصدد عندنا نتائج تأثير رهيبة جدا ليس فقط على الصحافة على الاتصال السياسي على الديمقراطيات هناك من يقول أن باردلا هذا مرشح للغاصن بلمون ناسيونال انتصر بفضل تيك توك لأنه يخاطب في الشباب بالتيك توك يعني الشبكات الاجتماعية هذه تحتاج إلى تفكير جديد تحتاج إلى مقاربات تحريرية جديدة وكما قلت المهنة أيضا هي في حالة تحولات والمعهد أيضا وكل مؤسسات التكوين منذ أسبوع يعني أعطيك مثال آخر منذ أسبوع مؤسسة دوتشي فيلي الألمانية قامت بدعوة 1500 مهني للنقاش في القضايا هذه في قضايا المهنة هي قضايا حارقة في العالم 1500 مهني من كل دول العالم يناقشون في أي مستقبل للمهنة في إطار السياق الذكاء الاصطناعي إلى آخر شبكات الاجتماعية نحن في المعهد التكوين مرة أخرى لا يوجد تكوين نظري فقط هذا غير صحيح هناك عدد من الماجستيرات التطبيقية أنا بنفسي ندرس فيها وهناك أيضا دروس نظرية بطبع الحال الصحفي يجب أن يتلقى دروس نظرية في القانون في الأخلاقية الآن عندما يخرج أنا في بداية ماذا قلت؟ في البداية الصحفي يتحصى على التكوين أساسي مسؤولية التكوين المستمر موجودة لدى يجب أن تكون متوفرة لدى المؤسسات الإعلامية أعني شنو الموضوع المشكل؟ أين هو المشكل؟ مشكل أن صناعة الإعلام صناعة هشة جدا وأنا قلت الكلام هذا ولا أتردد فيه أن أقوله مرة أخرى هناك مؤسسات إعلامية بلا هيئات صحفية هناك مؤسسات صحفية مؤسسات إعلامية لا نجد فيها برامج إخبارية إذن أنا اعتقادي أن المشكل معقد جدا المشكل الصحافة في تونس ومشكل الإعلام في تونس هو مشكل معقد فيه مسألة التكوين فيه مسألة الحريات فيه مسألة السياسة وفيه مسألة النموذج الاقتصادي يعني من أين يمول الإعلام وفيه مسألة المؤسسات أنا اعتقادي أن الأزمة الحالية الآن هو يعني مصطلح الأزمة حتى في فكرة القرار ويجب أن نحاول الأزمة إلى الطاقة إلى فرصة للتفكير لا يجب فصل مشاكل التكوين نحن لا نقول في معتصحة أن التكوين مثالي هذا غير صحيح حتى مؤسسة يمكن أن تقول عن نفس هذا لكن مشاكل التكوين يجب أن ينظر إليها وتدرج في إطار بيئة عام أعطيك مثال هناك تقارير حول أجور هناك تقارير نشره مركز دولي في الصحافة يتحدث عن معدل أجور الصحافيين في تونس هل يمكن أنا أطرح السؤال هل يمكن أن نكون الصحافيين عندهم كفاءات عالية بعد يشتغلوا في أوضاع هشة جدا هل هذا معقول يقابلش بعضهم بالكل ولهذا أنا أقول المهنة إذا أرادت أن تتحصل على التكوين قوي جدا وعلى ناس عندهم كفاءة قوية جدا في كل كفاءة تقنية تحريرية إلى آخره يجب أن تكون جذابة صناعة الإعلام والمهنة يجب أن تكون جذابة قادرة على جلب الصحافيين وتوفر لهم شروط التمييز المهني هل أن شروط التمييز المهني الآن شروط التمييز المهني هي شروط متكاملة فيها التدريب، فيها التكوين، فيها التدريب المستمر، وفيها المؤسسات الإعلامية وهذا مربط الفرس الآن إذا كان نكونوا ونكونوا مليح نكونوا لش نوع مقاومة تصدي الأخبار الزيفة والإشعة الآن سي السادق وكأنه لا عارش يجب أن يكون فيها مستيرت لأحنا لدينا مادة موجودة هذه تم أول مؤسسة أكاديمية في العالم العربي أدخلت مادة التحري فاكت شيكينج هي مؤسسة مع الصحافة فيها الفاكت شيكينج اليوم شوف، هات نحن على المستقبل كيف ينظر السادق الحمامي لمستقبل المهنة؟ كيف ينظر لها زادا كذلك بعض الدراسات الدولية؟ وأي صحفي وصحفية دورية لتونس الغد؟ هذا موضوع شاسع جدا نعرف السؤال شاسع جدا لكن يجب نفهمه بالباب بالباب شنو لازمنا؟ شنو لازمنا مرشي؟ شنو لازمنا تكوين؟ شنو لازمنا مرشي؟ شنو لازمنا صحفي للغدوة؟ تفضل سيدك أنا أعتقادي أنه المشكل يتمثل في يجب أن ننظر إلى الموضوع بشكل متكامل فضل هناك إذا كان أو أولاً بلايه تمام نقطة نحب نركز عليها هي أن لا توجد تمام أنا أستمع في بعض الأحيان وهذا الكلام أنا أقوله في بعض الأحيان أن الجمهور غاضب عن الأعلام هي الجمهور غاضب عن الأعلام هل هذا المستوى الذي يجب أن نكتفي به؟ مثلاً ماش دولة في العالم من الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية ليس لها أعلام قوي روسيا عندها أعلام قوي الصين عندها أعلام قوي هذه الدولة السلطوية الولايات المتحدة عندها أعلام قوي فرنسا وأوروبا عندها أعلام قوي حتى إذا كان موضوع للنقطة في تونس الغضب بالناس على الأعلام لا يجب أن يتحول إلى إرادة وستراتيجية التخلص من الأعلام الدولة المجتمعة الذي يحترم نفسه شوفوا أنتم الآن في الانتخابات في العالم من يدير النقاش الانتخابي؟ من يدير النقاش الانتخابي؟ ليس الفيسبوك؟ ثم نقاش انتخابي في التيك توك؟ هل هناك نقاش انتخابي في الفيسبوك؟ النقاش الانتخابي في الدول الديمقراطية في الدول المتحدة التي تحترم نفسها يقع في الإعلام ويديره الصحفيون والصحفية هذه النقطة أولى مرفق عمومي وإعلام خاص نعم نعم الآن نأتي إلى التكوين التكوين يجب وقلت أنا في المعد هناك إرادة وهناك مش إرادة فقط هناك عمل داخل الأقسام لتطوير الإعلام السمعي البصري لتطوير أحنا عندنا ماجستير في الكروس ميديا وهناك رغبة وإرادة بطبيعة الحال وفق الإمكانيات والموارد المتاحة لتطوير والتعامل معه الأنماط الصحفية الجديدة أنا كنت تقرأ نحكيه على الاتجاهات التقرير متاع رويترز أهم حاجة الآن هي الصحافة المبتكرة صحافة تفسيرية الناس في الكلمة باللغة الدرجة فدوا من الصحفي معلم الجماهير الفيجورة ذي متاع جيز صحفي ويقول للناس كيف يجب أن يتصرفوا وأن يفكروا هذه النقطة الأولى يحبوا الصحافة التفسيرية يحبوا صحافة التحري ثم أنواع أخرى من الصحافة من الصحافة الحلول يحبوا الفيديوات صحافة مبتكرة الريهان الأساسي الريهان المشترك بالنسبة للمهنة وبالنسبة للمعهد وبالنسبة للصناعة بشكل عام هو صحافة في خدمة الناس صحافة فيما مصطلح يستعملوه بعد مرات بعض المنظرين صحافة تسام في تحسين المجتمع صحافة يعني صحافة خدمة عامة ويعني الشيء يفخر به الناس ولصالح الناس وبالتالي الابتكار هذا الابتكار يعني عندما نقول هذا أنا منحل المشكلة حضيري خطر بعض قد يفهم من صحافة لصالح العام أنا هي صحافة تطبيل لا 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 هي صحافة هي صحافة في خدمة المجتمع هي صحافة تقدم للناس دكت وري الغال نعم نعم الصحافة التي تتحرى في الخطابة السياسية الصحافة التي تفسر الصحافة التي تأهل الناخب حتى ينتخب بطريقة عقلانية وتأهل المواطن حتى يتصرف بشكل مسؤول في المجتمع لكن أنا عندما أتحدث عن الابتكار هذا ليس حل المشكل يجب أن نقول نحتاج إلى صحافة مبتكرة لكن أيضا يجب أن نقول أن عملية الابتكار هذه عملية صعبة جدا دعني نورطك شوية اليوم قبل كنت تتكلم بتحرر مفهوم زيدا للأكاديمي لكن اليوم زيدا فهم خطة والخطة هذه على رأس مع هذه الصحافة وما أدرك ما مع هذه الصحافة في تونس لكن هذا إذا كان رجعوه شوية للواقع مرة أخرى خاطرنا نحكيه على صحافة حلول وصحافة تفسير وصحافة مبتكرة هذا يلزمه بيئة شوف تندوره صحيح شنو أرايك اليوم في المرفق العمومي سيدق الحمامي شنو أرايك في المرفق العمومي الذي محمول عليه أساسا أنه يرافق النخب بصحافة مسؤولة بصحافة حلول بصحافة تفسيرية بصحافة مبتكرة شنو أرايك مع العلم أنه أخبار الثمانية اليوم مزلت مؤسسة في البلاد دونك اليوم أنت كيف تنظر إلى إلى هذا الأداة تفضل شوف أنا أولا أريد أن أقول عملية الانتقال من الباحث إلى المدير هي عملية ليست بسيطة لكن أنا أنا عادة يعاب علي أني في التحليل في التفكير في كتابة المقالات في نوع من المقاربات النقدية أكثر من اللازم أو حتى السلبية ونوع من التشام الآن إذا أنا ترشحت إلى المعات والعمل الجماعي في المعات فهذا دليل على أني أيضا أنا متفائل وأومن بالتغيير وأومن بالتغيير وأعتقد أنه بإمكاننا أن نغير أنا حالة الإعلام العمومية الخاصة تحدثت فيها وقلت أن حالة انهيار وهذا لم يمنعني من أني أشترك مع زملائي في مشروع تطوير المعات لكن الكلام الذي أقوله الآن الإعلام بشكل عام والصحفيين والصحابة بشكل عام لا تتوفر لديها وقلنا هذا قلته هنا وأعيده أكرر مرة أخرى وأتحمل يعني ما عندي حتى مشكل أن اليوم البيئة العام السياسية المؤسسية إلى آخر بيئة لا توفر الشروط الضرورية حتى ينتج الصحفيون وتنتج المهنة الصحافة في مستوى انتظارات التونسيين صحافة كما قلت تكون تساهم في تحسين المجتمع مجتمع الصحفيين لا في المؤسس لا في البيئة كاملة كل الفاعلين شوف أنا عندما أتحدث أتحدث من 2011 إلى الآن ما الذي حصل حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من 2011 إلى الآن كل بطبيعة حال أعيد وأكرر وأقول بكل صراحة أنه خب السياسية والحكومات متعاقبة هي التي تتحمل المسؤولية الكبرى والأهم فيما وصل إليه الإعلام لكن هذا كما قلت أكرر مرة أخرى لا يمنعني من أني أشارك في مشروع جماعي لتطوير المهنة الفكرة الصحفي وصحفي الغد نرجع لها زيدي كذلك أنت اليوم كمدير لمعاد الصحافة أشتقول لشاب عمره 18 سنة مازالك يفخذي أو شابه مازالك يفخذي البكالوريا وقد يتطلع إلى مهنة الصحافة أحنا يلزمنا نخرجه من نفكره out of the box في المسالك الجديد مثلا أنا عندي فكرة سأقترحها على من سأعمل معه في المعاد وخارج اليوم هناك فرص كبيرة لشباب صحفي لأحداث مؤسساتهم الخاصة ثم مشاريع متاع أنك تكون أنت موجود على المنصات الاجتماعية شنون يمنعك أنت كشاب ثلاثة أربعة شبان يجتمعوا مع بعضهم ويعملوا مشروع لتطوير مضامين صحفية على تيك توك أو على المؤسسات الإعلامية الكبرى موجودة على تيك توك موجودة على الفيسبوك موجودة على اليوتيوب موجودة على انستغرام إلى آخر يجب أن نفكر يعني يجب أن نفكر بطريقة جديدة وأن نعطي آفاق جديدة للشباب الذي يريد أن يدخل إلى معد صحافة ونقول له صحيح نحن نقول أن الشبكات الاجتماعية هي تهدد النموذج الاقتصاد لكن يمكن أن تكون فرصة من واشنطن من مؤسسات عظمة في الصحافة في العالم واشنطن بوست وصولا إلى إنسان تخلل معد صحافة الشبكات الاجتماعية يمكن أيضا يمكن أن تكون حل من حلول تطوير مضامين جديدة هذا يجب أن نشتغل عليه لا يجب أن نقول أن الصحافة يجب أن تنتج في مؤسسة إعلامية يشتغل فيها ثلاثمائة صحفي أو عمتين صحفي إلى آخر فهناك مسالك جديدة هناك أفاق جديدة يجب أن نشتغل عليها ثم ثم حاجة أخرى ليس يجب أن أؤكدها أن معد صحافة لا يكون فقط في الصحافة يكون في مهن الاتصال ومهن الاتصال يعني مصدر كبير للتشغيل يعني هناك الاتصال موجود في المؤسسات الحكومية في المؤسسات الخاصة في الجمعيات إلى آخر يجب أن نضع من الإبتكار يعني مسألة أساسية نفكر بها وأن نخرج من المقاربات التقليدية شكرا لك صدق الحميم شكرا لك وحظة سعيد عندي قدر كبير للناس يعيشك عندي قدر كبير للناس اللي نجم يكون عندها مقاربة نقدية للمهن وإلى التكوين لكن في نفس الوقت يحط إيديه في العجين ويساهم يساهم من داخل في أنه تطور المضامين ويتطور التكوين شكرا لكم على ثقة على امتداد أشهر من زمان كان الموعد معاكم من نص نهار المصعتين في ميدي شو